بصراحة ما أبعرفش أمسك نفسي ويعني قبل من نتكلم في أخبار النادي الأهلي وده طبعاً بيبقى أهم بالنسبة لنا والأهم بالنسبة لكل جميلة النادي الأهلي في كل مكان لكن في الحقيقة فيما يتعلق بموضوع الفور وعلى مدار التمانية واربعين ساعة اللي فاتوا دول سمعنا تقريباً بتحوالي ثلاث مدخلات لرئيس لاجنة الحكام بالتحادل مصر لكرة القدم مع ثلاث برامج بيتكلم فيهم على الفور أنا بس عايزة أسأل حدركوا سؤال نسأل سؤال كده بالراحة مع بعض هل تلعتوا بإجابة مفيدة؟ هل تلعتوا بمعلومة مفيدة؟ الموضوع مش متعلق بمقدم البرامج أو المزعين هم سألوا الناس عملوا شغلهم بصراحة لكن الديف اللي في المداخلة مش لاقي إجابة يرد عيق مش لاقي حاجة صريحة تتقالل للناس يعني ما تلعناش معلومة من الآخر في الحقيقة الكلام كله على إيه؟ الفور إمتى؟ الفور إمتى يا كابتين ما تقطعش ده الرد يقول لك ما تقطعش ربنا يسهل طب خليكم متفقلين بس إن شاء الله قريب عارفين يعني الموضوع اللي هو الحاجات بتاعاتنا دي السلبيات اللي عندنا كلنا زي مثلا أنت تبقى كده رايح إيه؟ مشوار من مدينة نصر المهندسية ونازل متأخر تمام؟ ومثلا الناس اللي أنت رايح تقابلهم بيكلموك وانت لسه نازل من بيتك في مدينة نصر مثلا يعني لو أنت ساكن في مدينة نصر فيقول لك أنت فين قدامك أديه؟ يقول لك أنا قدامي 15 دقائق وطبع المشوار ياخد بتحوالي ساعة للربع مثلا هو إحنا ماشيين بالنظام ده في الدوري أو مش في الدوري بقى في المنظومة الكرة المصرية في الحقيقة يعني الكلام كله على يدعي يقول بس يا رب ربنا يسهل هل دي تصرحات احترافية؟ هل دي تصرحات تخلي الناس تتفائل بمستقبل الكرة المصرية؟ سيبك من الكرة المصرية مستقبل التحكيم في مصر إيه الآفة دلوقتي اللي موجودة في مصر في الكرة المصرية؟ هو التحكيم المشكلة الكبرى التحكيم دايماً بيبقى فيه أزمات بسبب قرارات الحكام مستويات الحكام في كل المباراة وبالمناسبة عشان نفكر بعض بالجزئية دي لازم نفتكر كده مع بعض واحدة واحدة مين أول نادي طالب بوجود الفار في مصر؟ مين؟ النادي الأهل بحدش يقدر ينكر الكلام ده من إمتى؟ من السنة اللي فاتت بعدي جم بقيت الأندية كلها طلبت موضوع الفار تمام؟ الأهلي قد الوقت متصدر فاز بكل المباراة الـ 14 مباراة اللي لعبهم ما شاء الله لكوية الله بالله بيكسبهم لكن هل معنى النادي الأهلي بيكسب؟ إن ما فيش أخطاء في مباراةه وأخطاء ممكن تتحسب للنادي الأهلي تسام في فوزه بانتصارات أقبل لا فيه طبعا أخطاء كبيرة جدا في مباراة النادي الأهلي بس البعض ما بياخدش باله منها بسبب إن الفريق بيكسب تمام؟ فلازم لازم يا جماعة وده نداء للمسؤولين في اتحاد الكرة المسؤولين على لجنة الحكام بالتحديد إحنا بنحترمكم بنقداركم بالمناسبة يعني لكن في كل الأحوال يا جماعة بعد إذنكم اطلعوا لنا معاد لتطبيق تكنية الفار يطلع كم مسؤول في اللجنة الخماسية يقول لك إيه مع بداية الدور التاني خلاص انسى ما تفكرش الفار مع بداية الدور التاني ما تتعبش دماغك يطلع واحد تاني من اللجنة الخماسية يقول لك إيه لا لا الموضوع صعب خلي بالك هيبقى مع بداية المسم الجديد لا أصل الرخصة ومش الرخصة ومش عارف الحكام وعدد الحكام اللي اتمرانوا والكلام من ده طب يا جماعة يا مسم الجديد قولوا مسم الجديد ونخلص لو في الدور التاني ومؤكد انه حيبقى في الدور التاني قولوا اعلنوا اطلعوا مؤتمر صحفي كده مع الناس اعلنوا الناس كلها للإعلامين للصحفين يا جماعة قرر نهائي الفار ده في الدور التاني أو يا جماعة قرر نهائي خلاص بصوا احنا بصراح حاولنا ومش عيب مش عيب خالص يعني انت حاولت انك تعمل حاجة وعايز تنجح فيها نيتك كويسة يا سيدي قطر خيرك بس المحاولة ما نجحتش يا جماعة واحنا متأسفين جدا والفار خلاص حيبقى مع بداية المسم الجديد والله حنسقفلك برضو حنحقيك مافيش اي مشكلة خالص لكن الازمة دلوقتي المشكلة في ايه المشكلة في المعادل اللي احنا مستنين ناخده من حضراتكم احنا كل يوم هنا منقرأ اخبار الفار خلاص بداية الدور التاني الفار اول المسم الجديد فين المعلومة الحقيقية فين النهية النهية بتاعت المكسة دي ايه بخلاف كسة الفار كمان حاول تطور من اداء الحكام والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير جدا خلي بالك ممكن الفار يبقى موجود والحكام هم هم من مستوياتهم لان دي الازمة اللي بيعاني منها او بتعاني منها الكرة المصرية على مدرس الماضية يعني فانت لازم تتحرك تشتغل في كل الملفات احسن موضوع الفار واحسن المعادل النهائي ده رقم واحد رقم اتنين اشتغل على تطوير مستوى الحكام في مصر لان احنا عندنا مشكلة حقيقية في الحكام في مصر دي حقيقة في مشكلة في مستوهم الفني وده امر واضح للكل البعض ممكن يتخيل اصل الاهلي بيكسب والدنيا ماشية تمام مش هتتطرق لموضوع التحقييم لا دي قصة اساسية ده موضوع اساسي وبيعاني منه النادي الاهلي من الاخر كده الاهلي بيعاني من الحكام ومستوياته بنأمل طبعا ان هم يتطوروا وان يبقى فيه شغل يساعد على تطويرهم ده موضوع اساسي ومهم وان الامور تمشي بالشكل الطبيعي وان الفر يدخل لمصر والتقنية تطبق سواء بقى مع الدور التانية او قبل الموسم الجديد المهم بس تتعلن لنا وتحاولوا تشتغلوا بصورة اكبر من جده من كده وبيعاش التصرحات اللي هي ايه بتاعة الفهلاوة دي اللي هو ان شاء الله كل حاجة طبعا مشيطة المولة عز وجل ده امر مفروض منه يعني قصدي ايه بشكل احترافي يعني اقول لي ما تجيش تقول لي مثلا ايه خليك متفائل خليك متفائل قال له ايه كلمة كمان قال له كلمة تانية كده مطاطعش ده كلام تعناس بتشتغل صح يا جماعة موضوع غريب جدا ماشي ده فيما اتعلق موضوع الفهر وانا يعني في الحقيقة حبيت اتكلم فيه محركه في البداية قبل ما نكلم في اخبار الاهية لان الكصة مطولة شوية كصة الليفار